مرة تانية من حق حضرتك تزعل من حق حضرتك ان انت تتدايق من الاداء مبارح ومن خسرتك للقب قريب مننا يعني احنا اكتر فريق وخدنا 11 لقب قبل كده فمن حق حضرتك تزعل من حق حضرتك تتدايق ولكن افتكر الايام السعيدة لعملها هؤلاء اللاعبون وموتوا نفسهم عشان خاطر حضرتك ممكن يكونوا اثروا شوية اثروا شوية في مباراة مبارح ولكن على وعد بقية البطولات القادمة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ببزل كل المجهود لجمهور النادي الاهلي حتى لو لقدر الله حصل هزيمة يطلع يسقف للعبته زي ما كنا بنشوف بعد الدوري واللي حصل بعد الدوري احنا كلنا كنا عارفين الضغط اللي كان موجود على اللاعبين وتوالي المباريات وسفرنا هنا وسفرنا هنا وسفرنا قطر وسفرنا اليابان وسفرنا هنا وسفرنا هنا وجنوب افريقيا وجينا من هنا روحنا هنا فكان ده مقبول ولكن الفترة السابقة الحمد لله في راحة شوية لبعض اللاعبين خصوصا الدوليين بعد كده اللاعبة دخلت مع الفرقة الحمد لله الامور دلوقتي مستقرة جدا 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 فاضل بس انسجام اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى اللي موجودين وان شاء الله حضراتكم حتتفرجوا على فريق بيبذل اقصى مجهود بروح الفانيلا الحمرة علشان يقدر يكسب كل مباراة وحتى لو كانت هذه المباراة مباراة والداية انا بس حبيت اتكلم مع حضراتكم في كل هذه الامور علشان تبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي وكل الكلام اللي انا بقوله هي معلومات معلومات عن ما حدث او ما يحدث من مباراة لغاية النهاردة في المعسكر لفريق النادي الاهل اللي بالمناسبة هو معسكر ممتد قبل المباراة مباراة السوبر قبل المباراة السوبر باربعة ايام لغاية ان شاء الله مباراة يوم السبت القادم ما تقلقوش عندك فريق محترم عندك فريق بطل عندك فريق بدأ مسيرة اصلاح لانه بداية مسيرة الاصلاح هو الاعتراف بالخطأ والجميع اعترف بخطأه وبالتالي ان شاء الله تبدأ مسيرة العودة للبطولات مرة اخرى بداية من يوم السبت القادم